من مقر إقامته في الرياض أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عشية الذكرى الستين لثورة أكتوبر أن النصر على مليشيا الحوثي قادم لا محالة نصر لا يفهم نوعه وشكله فمنذ إنشاء المجلس من قبل التحالف السعودي الإماراتي وهو يعيش حالة من التشضي ولم ينجح على الأقل في توحيد التشكيلات العسكرية لمواجهة الإنقلاب في المقابل عاودت مليشيا الحوثي في الذكرى ذاتها إطلاق التهديدات بعودة الحرب في حال استمر الوضع على ما هو عليه في مفاوضاتها مع الرياض كما جاء في خطاب القيادي في الجماعة مهد المشاط وقال القيادي الحوثي إن الرياض امتنعت عن الانخراط في إجراءات بناء الثقة وهو ما يعطي جماعته الحق الكامل في الرد في تلويح بالقوة وهي محاولة لإحياء وتسريع وتيرة مفاوضاتهم المتعثرة مع السعودية تهديد الحوثيين جاء في ظل جمود المفاوضات مع المملكة وبعد أسابيع من هجوم استهدف قوات بحرينية في الحدود الجنوبية للسعودية والذي علق عليه مسؤول خليجي بالقول إنه أعاق نتائج المفاوضات حالة من الغموض والضبابية يعيشها الملف اليمني الذي بات محور صراع إقليمي ودولي وبأدوات محلية لا تملك شيئا من مصير الحرب أو السلم بل إنها تنفذ ما يملى عليها من داعميها بحسب مراقبين التحركات الدبلوماسية الدولية بهذا الشأن لم تثمر منذ تسع سنوات آخرها لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إذ قالت واشنطن إن اليمن لديه حاليا فرصة غير مسبوقة لتحقيق السلام مؤكدة دعمها المستمرة لحوار سياسي يمني يمني بوساطة الأمم المتحدة لا شيء يبرهن على أن السلام في اليمن بات قريبا بل هو عالق بين مصالح دول الإقليم وهو ما لا يهم اليمنيين الذين يرون أنهم أمام مهمة استعادة دولتهم والدفاع عن أهداف الثورتين سبتمبر وأكتوبر